السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا ثالث اليوم ان شاء الله وصلنا من مادة التربية الاسلامية عند الدرس الحادي العشر وهو عنوانه اداب السفري اش عنوانه؟ اداب السفر هلا ما بعرف اذا حدا منكم سافر سوى سفر في داخل يعني انت احنا عايشين من دولة الى دولة او من بلد الى بلد تمام بس الانسان بسافر من مكان الى اخر ممكن داخل بلده او خارجه لهنالك عدة اسباب يعني ممكن انت تطلع مثلا مثلا من اربط لعمان حتى تقوم بعملية التسوق او مثلا للترفيه ماشي؟ طيب السفر له اداب السفر له ايش؟ اداب السفر له اداب طيب اول اشي انا وياكم وهذا النشاط كثير مهم بنا نذكر اسباب اللي بيسافر فيها الانسان اسباب السفر ايش ممكن الانسان حتى يسافر يكون هناك سبب السبب الاول العمل العمل اللي هو الشغل بده يشتغل بيش روح من بلد لبلد او من دولة لدولة حتى يكون السبب ايش؟ العمل السبب الثاني الله يبعده عننا يا رب اللي هو علاج ممكن يكون علاجي اللي هو بنا احنا ايش؟ السبب الثالث الترفيهي الترفيهي ايش؟ زي الرحلة اللي هو قام بيه رحلة هاي الاسباب اللي ممكن الانسان يسافر فيها حتى يقوم بعمل او حتى يقوم بعلاج او حتى يكون ترفيهي يعني هو بيرفح عن ايش؟ عن نفسه فيستحب لمن اراده خلينا نشوف انا وياكم ماشي بنا نشوف انا وياكم يا ثالث والدرس اللي هو الاداب اللي هو بيقوم فيها الاداب اللي لازم احنا نقوم فيها عند السفر الاداب الاول واحد ان ينوي في سفره ارضاء الله تعالى ليس لعصيانه لارضاء الله سبحانه وتعالى السبب الأول او الاداب من الاداب ينوي في سفره إرضاء الله تعالى اثنين أن يودع أهله وأصحابه لازم نودع الأهل والأصحاب السؤال الثالث أن يردد دعاء السفر اللي رح نأخذه هلأ ولازم نحفظه عند الركوب يردد دعاء السفر عند إيش؟ الركوب دعاء السفر عند الركوب إذن من الأداب أول واحد أنه ينوي في سفره إرضاء الله تعالى اثنين يودع أهله وأصحابه وثلاث يردد دعاء السفر عند الركوب أنه يردد دعاء السفر عند الركوب أربعة أربعة أن يعامل الآخرين في السفر بلطف واحترام ويساعد المحتاج منهم وخمسة يلتزم بتعليمات السفر لازم يلتزم بتعليمات السفر ماشي؟ إذن يا ثالث أنا بدي أسافر أو واحد فيكم بدي أسافر شو لازم نعمل يا ثالث؟ شو لازم نعمل؟ لازم أول إشي يكون في باننا إرضاء الله سبحانه وتعالى للسفر إثنين لازم نودع الأهل والأصحاب ولازم عند الركوب في الطائرة أو في السيارة أو أي وسيلة لازم نردد دعاء السفر اللي رح نأخذه هلا ونعامل الآخرين الأشخاص المرافقين فيك معك في السفر لازم نعاملهم بلطف واحترام خصوصا اللي بروحوا على الحج والعمرة أكيد بيكون معك ناس لازم نعاملهم بلطف ونساعد اللي بحتاج مساعدة ولازم نلتزم بتعليمات السفر هلا أنا وإياكم لازم حفظ ومهم جدا حتى لما منركب مع الماما والبابا لازم هذا الدعاء نحكيه قبل ما نطلع أشوه نرددوا أنا وإياكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نكبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون المعاني اللي هو سخر لنا يسر لنا مقرنين مطيقين منقلبون راجعون لازم نحفظه مهم هاي بدأ حط لكم عنده إشارة مهم جدا نسخ كمان ثلاث مرات مرات على الدفتر المادة التربية الإسلامية سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون كمان طيب نحل الأسئلة أذكر أدبين من أداب السفر إحنا بنذكر أدبين بنا نذكر أن ينوي في سفره رضاء الله تعالى والثاني نردد دعاء السفر عند الرقوب نردد دعاء السفر عند الرقوب طيب السؤال الثاني وصنف السلوكات الآتية حسب الجدول في عندي سلوك صحيح وفي عندي سلوك خطأ رح نقرأ الجمل و منصنفهم الالتزام بدعاء السفر أكيد من السلوك الصحيح الالتزام بدعاء السفر رمي العلب الفارغة من نافذة الحافلة السلوك إيش؟ إيش؟ خاطئ ممتازين رمي العلب الفارغة من نافذة الحافلة تقديم الشكر لمن يقدم لك خدمة تقديم الشكر لمن يقدم لك خدمة اللي هو السلوك الصحيح تقديم الشكر لمن يقدم لك خدمة استخدام الهاتف عند القيادة عند القيادة استخدام اللي هي من السلوك الخاطئ عفوا استخدام الهاتف عند القيادة رفع صوت المذياع عاليا إيش؟ سلوك إيش؟ أكيد خاطئ رفع صوت المذياع اللي هو الموجوز في السيارة اللي هو الراديو أو المذياع رفع صوت المذياع عاليا تمام؟ طيب سؤال ثلاث سؤال ثلاث اللي هو أملأ الفراغات في ما ياتي من الصندوق ثم أقرى دعاء السفر الله أكبر الله أكبر الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا يمن خليبو النشاط البيتي في عندنا وسائل هي القطار السيارة والطائرة والسفينة بتلونها بالألوان المناسب لها وزي ما حكيت لكم مع حفظ اللي هو دعاء السفر غيبة يعطيكم ألف عافية